بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا يا سادة بنكمل عملنا مع اصحاب السعادة بان احنا نتكلم كمان معهم عن التوافق والوصول للسعادة بنخلي زي ما احنا بندعم المقبلين على الزواج وحديث الزواج كمان بندعم كل الازواج بان احنا نتكلم عن بعض الاشياء التي ممكن تطرق على الزواج لان الناس بيتغيروا احوالهم بتتغير وعن نتكلم النهاردة عن حاجة عن مشكلة في الحقيقة حلها لابد ان احنا نتكلم عنه بصراحة لان في بعض الاشياء ترك المشكلة دي وتركها تزداد فهي في الحقيقة بتبقى زي كرة السلج او زي كرة اللهب بحسب ما هي موجودة في البيوت هنتكلم عن مشكلة بتحصل والناس بتسكت عنها لغاية ما المشكلة دي تنفجر بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن البرودة الزواجية والشقاق اه بنتكلم عن البرودة الزواجية والشقاق اقصد بدأ ان المشاعر تدخل الفليزر وتبقى المشاعر بردة فالبرودة الزواجية هي ان كل واحد من الشريكي الحياة بيكون في حتة عاطفية موجدانية عن التاني وعشان كده سميناها شقاق هي في حتة وهو في حتة هي قاعدة على طرف الشاطئ ده وهو قاعد في الشاطئ التاني فكل واحد واحد في الشارق وواحد في الغرب حتى لو كانوا قاعدين في نفس المكان فالتباعد تباعد قلبي تباعد عاطفي تباعد كمان ممكن يكون قيم وممكن يكون انساني بس فيه تباعد هي بتقول انا اتجوزت عشان احس بالامان بس انا مش حاسة بالامان ده المخاوف زادت انا حاسة بالبرودة اللي هي برودة البرودة اللي بتيجي مع المخاوف حتى لو كان هو موجود في البيت هي عندها بدل هو موجود في البيت لابد ان انا احس بالامان احس بالدفء احس باني في حد حميني في بطلي موجود في المكان بحس ان هو مش فهمني ومش حاسة بيه اصلا وما بيقدرش يقرب مني في الحقيقة حتى لو كنا قريبين جسديا وهو بيقول ما بلايش منها رعاية وحنان ولو اقوف جنبي وبحس دايما ان انا عايش لوحدي ومعنديس سدر حيني ممكن يساعدني على تجاوز الصعاب صحيح هنا فقد لمعنى مهم جدا جدا وخاصة لو كان المعنى ده حضرت النبي يتكلم فيه على اي بيئة فما بالك ببيئة الزواج اللي هي البيئة الاصغر اللي بتنتشر بعد كده وتصنع البيئات الاكبر المسلم المسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا لا ده مش بنيان دول حجرين كل حجر مرقى في مكان بعيد عن التاني البرودة هي اللي بتزيد وتوصل الى حد لما يوصل لابتعاد الى حد الشقاق ومن القياسات اللي بنشوف فيها هل وصلنا لحد الشقاق هم بيسلموا على بعض ولا لا يعني لو يدخل البيت بيسلم على زوجته ولا لا هي بتسلم عليه ولا لا ولا لما يتقابلوا كأن ما يعرفوش بعض فييجي فهي تيجي تقول ده حتى ما بيرميش عليها السلام السلام بتاع المسلمين ما بيرموش السلام ده هو الحالة اللي حدث النبي تكلم عنها فيلتقي فيعرض هذا بواجه ويرض هذا بواجه وهو يقول ده حتى جرابي ان ما جاء الله طب حتى جرابي تسلمي عليه تقول لي انا اسلم عليه بعد ما انا ما سلمت عليه وهو ما ردش عليها فاعرف ان هم وصلوا الى حد الشقاق لان السلام ده حاجة لطيفة ممكن ان انسان بيعملها بشكل عادي لكن لما نوصل حتى الاشياء العادية مش قادرين نعملها وبقى التقيلة علينا فبنحس ان احنا فقدنا الونس وفقدنا الاحساس ببعضنا الزوجين اللي بينهم شقاق بيكون عندهم مشكلة ان هم بيعيشوا مع عندهم مشكلة ان هم يعيشوا بنحن وغالبا كل واحد بيعيش بانا ويبقوا في الحقيقة موافقين على ويبقوا في الحقيقة ومش موافقين في مسألة التحامل للاندماج والتوافق لكن هم موافقين على التبعية ان كل واحد يجي ورد تاني وكل واحد يمشي وراء التاني وعشان كده هم في الشقاق كل واحد بيجزي بالتاني إلى مكانه مع أن المسألة كانت ممكن تبقى سهلة مع كلام حضرة النبي إيه هو؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه بس كل واحد بيجزي بالتاني عشان يبقى تابع له المشكلة اللي بتواجهنا في الشقاق إن لو واحد قرر إنه هو يتنازل وأنا بالمناسبة أنا شخص لا أحب المفهوم التنازل في مسألة الزواق إيه دا؟ يعني أنت ما تحبش أن كل واحد يسيب حاجة للتاني آه بس مين قال لن دا اسمه تنازل؟ مين قال له دا اسمه تنزول؟ دا حكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي يا خيرا كثيرة اللي احنا بنسميه تنازل دا ترفع عن الصغائر اللي احنا بنسميه تنازل دا بيبقى عبارة عن إنسان حريص كل الحرص على إن الحياة تبقى مستقرة يبقى دا ما يستحقش إنه يتسمى تنازل يبقى كل واحد إذا قرر إنه يتنازل التاني مش عايزه يتنازل في موقف بس دا عايزه يتنازل على طول في الشقاق كده وكل واحد في الشقاق نلاقيه متربس ومترس في مكانه كل واحد شايف إن صاحبه مش على حقه وهو اللي على حق ولو ترك حقه ضاعت الدنيا والمعركة بتبقى معركة سفرية وبيبقى إيه وأسوأ ما في الشقاق إن كل واحد فيهم بيطلع السلوك العرياني يعني إيه بيطلع أسوأ ما في التاني لأنه عارف المفاتيح فبيفتح بالمفاتيح فيطلع أسوأ ما في التاني فبقى كل واحد فيهم إيه اللي حاصل وجوده بقى ضاغط على التاني وبقى وجوده خطر على التاني في حالة الشقاق بيتم استخدام للأسف بيتم استخدام الأولاد والعلاقة الخاصة كأسلحة من الطرفين فيتم جذب الأطفال ومحاولة جذبهم ويدخلهم في كل فريق أو في كل صف من الصفين ويمتع الاتنين عن العلاقة الخاصة كنوع من أنواع العقاب والأولاد بيضيعوا في المعركة دي فيحصل الانشقاق الوجداني ويحصل الشقاق الوجداني داخل الأولاد اللي بيهددهم بالطرابات نفسية أكيد هتكون عواقبها مخيمة وأقل حاجة ممكن نشوفها زيادة الألق والاكتئاب واحتمال انحراف السلوكي عند الأولاد أو البنات فيبقى الأولاد جرحة وأسرى نتيجة هذه المعركة نتيجة معركة الشقاق بعد كل اللي بيعملوا ده الزوجين في حالة الشقاق بيبقى كل واحد فيهم بيحس إنه فقد ذاته فقد هويته طول الوقت يشايف نفسه لابس خوزة وماسك درع وماسك سلاح ومستعد إن هو يقاتل ويحصل هجوم ويحصل هو يدفع عن نفسه فكل كلمة بيبقى لها أسرها الوخيم وكلمة من الأولاد الصغيرين ممكن المفروض كانت تفوقهم إن يقولوا لهم أنا مش قادر مش قادر أستحمل ده إيه اللي حاصل بس ده ما بيفوقهمش فالولاد بيبقوا في حالة أرضية بيبقوا حاسين إن هم ما عندهمش أب وأم بيحسوا إن هم عايشين في الفراغ بغير أب وأم لأن هم عايزين يعيشوا في أسرة وبيضطر الأولاد لو كنوا عايزين يعيشوا في أسرة لازم يعيشوا في أسرة منشطرة إما مع الأب أو مع الأم وتحصل الطعنات ويحصل بقى ما لا يحمد عقبها أكتر حاجة بنشوفها في مسألة الشقاق إن الناس متصورين إن هم ما بيقولوا كل حاجة هم ما بيقولوش أي حاجة حتى لما بيتكلموا ويتخنقوا كل واحد فيهم عنده إصرار إن ما يسمعش غير نفسه حاجة كمان بتساعد على الشقاق تلات مفاهيم في الجواز بتخلي الجواز بقى مجاهز للشقاق الأول إن الجواز مبني على الصراع إن كل واحد يثبت نفسه قدام شريك حياته فأيه اللي يحصل في وجهة نظره صحيحة وكل اللي بيقولوا شريك حياته غلط فيبقى الجواز عبارة عن حالة بيت مصرعة عايز كل واحد فيهم إما يكسب بالضربة القضية أو بالنقط أو الحالة التانية بقى إن الجواز يبقى بيزنس بيزنس يعني إيه؟ أنا حتى أقول للناس بقى لاش كلمة إن الجواز شركة الجواز شركة الجواز شركة الجواز شركة خطر على مسألة الجواز واللي بيوصلنا إلى البرودة الزواجية المفهوم التالت إن الجواز تجربة يعني إيه تجربة؟ قدين من جرب لعيشها مع بعض يعني إيه؟ أنا انبسط ومزاجة عدل يبقى خلاص الجواز ده حلو هنكمل هنكمل لغاية ما إيه؟ لغاية ما مزاجه يتقلب لكن ما فيش حاجة اسمها إيه؟ كما قال حضرت النبي لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر الرضا فالرضا مش موجود حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فهم ألفاظه في تطبيقه إن الجواز أوسع من المفاهيم التالتة الخطر علينا إن الجواز عبارة عن بيزنس إن الجواز عبارة عن صراع إن الجواز عبارة عن تجربة لا الجواز أوسع من كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا إن الجواز أوسع من المفاهيم دي وفهمنا إن الجواز باب أوسع أبواب السعادة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وَاللُّكْمَ تَرْفَعَ إِلَى فِيِّ زَوْجَتِكَ صَدَقَةَ وحضرته صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني الناس هيكونوا في خير ويكونوا في بركة لما يكون الواحد بيحب الخير وبيعمل الخير لأهله يبقى احنا لازم نفهم ده وإيه سوابه أنه هيكون بجوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهلي فالناس بدأت تتعامل مع الجواز بسكر صراعي عشان كل واحد حاسس أنه محدش حاسس به وعندنا فردانية ومزاجية مبالغ فيها فكل واحد فعله بينتظر أن التاني هو اللي يبادر وأنا دايما أقول أن أفضل طريقة أو أسرع طريقة لبرودة الزواجية هو الانتظار عارفين إحنا لما مننتظر بحس ببرد كل واحد منتظر أن التاني هو الذي يبادر ومع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيروهما الذي يبدأوا بالسلام فالانتظار يحسسنا بالبرودة الزواجية ويحسسنا بالشقاق كل واحد منتظر التاني فالانتظار بيكرس الغربة والغربة ليس فيها إلا البرودة والوحشة والوحشة تؤدي إلى الشقاق لأن كل واحد عايحس أن الوحشة اللي جواه جات من الوحش ده اللي هو توحش علي اللي هو توحش علي وسبني الوحدي وقتها يذكر الناس أن أنتوا متجاوزين ونسألهم أنتوا متجاوزين ليه هل تجاوزتم عشان كل واحد فيكم يربح أكتر من التاني وفيقولوا لا ما أصدتش كده وساعتها بيلتفت لشيء مهم فلو هو صادق مع نفسه يحس أنه هو تجوز عشان يثبت أنه هو راجل بس ومش بالطريقة القديمة بتاعته أنا راجل وليا كلمتي لا أنا راجل بمعنى أخذ وأعطي هي دي رجولة مش الرجولة سيطرة ساعتها يفوق ومن أكرة ترسمات اللي في الزوجين المنشقين هو أنهم بينتظروا بنظرة في شدة الضيق نظرة ضيقة للزواج إيه اللي حاصل لما تيجي أنا الموضوع ده محدش يقول علي غلطان وكأن المسألة كلها أنهم ما يطلعش غلطان وفقط فهو لا ينظر لحياته الأسرية ولا ينظر لمستقبله ولا ينظر لعيلته ولا ينظر لنظر ربه إليه ولا ينظر حتى على مستوى الحدث هو تافه ولا كبير هو أما حاجة ما يطلعش غلطان فلازم دي هذه الكلمة كلمة مين الغلطان لازم ننتهي منها لكن نعمل إيه إحنا مش عايزين في وقت الشقاق نسأل مين الغلطان لكن نسأل مين الحل مش قلت الشقاق أنه بيبقى محتاج من إرشاد مش إرشاد زواجي بس بيحتاج كمان عليك زواجي لأنه بيكون فيه خلل عميق وكل حاجة بنقراها غلط في البداية بيتم تبريد المشكلة من خلال الهدنة الزواجية إنهم يبقوا محافظين على المسافات اللي بينهم لحد ما يتم الهلاج المشكلة النفسية اللي جواه عشان الدنيا ما تشتعلش وما تبقاش من أسألة ندخل فيها أطراف تاني للصراع عشان ننتصر تعالوا نقول شوية نصايح للزوجين في حالة الإيه؟ حالة الشقاق أول حاجة عزل الأولاد عن منطقة الصراع بلاش؟ والتوقف عن تمزيق الأولاد لأن تمزيق الأولاد هيبقى أكتر حاجة مضرة لأنه هيبقى مش هنقدر نتراجع لما نمزق الأولاد كتير أولى ما بمزقوا أولادهم ويدخلوهم في الصراع ما بتتحلش ويعملوا فيها مبرر مع نفسهم فبلاش نرجع بلاش نعمل لموجع مشاعر الأولاد لأن بعد كده العلاج هيكون خطر علينا ولا نهين بعض قدامهم فنحمي فنمتنى إحنا الاتنين ونحمي بعض ونحمي أولادنا كمان من المشاكل اللي تبقى فيها دي أول حاج ما حد يستشير حد وهو مش متخصص كل واحد بيبقى عنده تاريخ عن التاني وخلال المناكفات بيحصل شوية حاجات كده التاني ممكن يحصل إيه؟ يحصل أنه يطلع عاله فأوقات ما بيغوصوا في المشكلة فيه بيحصل تدمير الزات فما حدش فينا يطلع مبرراته وإحنا بنتكلم مع بعض فيجي يقول كلمة تاني يرد عليه وواحد يقول كلمة تاني يرد عليه فيقول له أنت كذاب ويقول لها أنت على فكرة بيتلفه الدوري فالكلام ده خطر أهم حاجة بقى وإحنا بنشتغل في مسألة البرود الزواجية أن احنا لازم يبقى فيه حاجة اسمها أول حاجة في علاج البرود الزواجية المبادرة خلينا أقول للزوجين والله إلا هيبادر ويقطع القطيع الزواجية ويقطع البرود الزواجية هيكون لي مكانة عظيمة في قلب الآخر اللي وقفين لتنين ضعفاء اللي هيبادر ويقول أنا عايز أتكلم معك أنت حبيبي وإحنا محتاجين نتكلم مع بعض الشخص ده هو اللي هيبقى رصيده عالي في مسألة الحفاظ على الأسر ومحبة الأولاد فلذلك أول حاجة في البرود الزواجية لازم كل واحد يبادر طبعا لو حد يجي قال لي طب أنا مش قادر يستعين بالله يدخل يصر ركعتين كده ويدعي ربنا اللهم أعني على أن أتجاوز هذا الجبل من الجليد هل أن أتجاوز وهمي وأن أستطيع أن أصل إلى قلب حبيبي وشريكي حياتي يلا الله سبحانه وتعالى إحنا طول الوقت في 17 ركع بنون إهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين استعين بالله على نفسك وتقدم والله العظيمة هتجد حلاوة حلاوة في قلبك أن أنت رايح تكسر هذه البرود الزواجية يبقى أول حاجة بادر تاني حاجة خلوا بينكم كل يوم كلام عن المستقبل والسعادة طب نعمل إيه في اللي فات أنا ما بحبش فيه أوقات بنعالج البرودة بنعالج البرودة الزواجية أن هما يقعدوا ساعة يخلصوا كل اللي فات مش عايزين ده إحنا عايزين نبتدي نتكلم مع بعض نصف ساعة عن المستقبل والسعادة نتكلم عن المستقبل والسعادة وكأنه ما كانش فيه برودة سابقة الأمر التاني نصنع الذكريات نبتدي نصنع الذكريات جديدة مفيش مانع لما نيجي نبتدي نرجع تاني ونكسر البرودة الزواجية أن احنا نروح يومين في المكان اللي احنا كنا ابتدينا في الجواز أو نروح يومين في مكان بنحبه مع بعض ده مهم جدا 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 اللي هو صناعة الذكريات لأن صناعة الذكريات دي بتحسس الناس لما تعمل ذكرة جميلة جديدة بتحسس الناس أن الحياة تبدأ من جديد الأمر كمان المهم في البرودة الزواجية أن كل واحد فيهم يعبر عن اشتياقه للتاني في فترة البرودة دي يقول له الحقيقة أنا كنت منتظر أن أنت تتكلمني كان نفسي أسمع صوتك لأن صوتك عزيز علي أنا كان نفسي أحس بوجودك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نعبر عن أشواقنا وعن حبنا لأحبابنا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فأخبره أنك تحبه نرجع تاني ونتكلم عن حبنا وعن اشتياقنا ساعتها البرودة الزواجية هتتلاشى إن شاء الله بمدد الله وبعونه الذي ينظر إلى هذه البيوت بنظر الرحمة والمودة والسكينة والطمأنينة يا رب اجعل بيوتنا خالية من البرودة مليئة بالنعمة مليئة بالوصال بكرمك يا خالق كل جمال جمّل بيوتنا واجعلنا على الدوام من أهل حرارة المحبة والنظر إلى نعمتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نتلقى أسئلاتكم مباركة ونجاوب عليها ولكن بعد الفاصل موسيقى رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تُعسروا اللي بنا نتلقى عليها أسئلتكم وكمان بتفضل جسر تواصل بنا ونفضل دايما في مجالس العلم ببركة هذا الوصال معانا أم مازن تلقى والسؤال أم مازن تفضلي أيها إزاك دكتور إزاك حيطة نعمة وفضل الحمد لله من السنة وحزاك طيب الله يرضى عنكم ومبارك فيكم وحزاك طيبة وبخير وصحة أنا عندي بنتي واحدة وعندي ذهب يعني حوالي سبعين كمان جراء هل أنا أنا عامل عملية ورم تحت المخ وخايفة لو موت عايزة رايح دمير يعني قبل ما موت هل أنا لو ديت للجدعان كل واحد يعني أوزعها الجدعان ولا أديه له هيا هو كله اعمل اللي انت عايزة دي فلوسك ومالك اعمل اللي انت عايزة وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى لا حسبك ولا حاجة دي فلوسك اعمل فيها اللي انت عايزة لا بس عشان ما يبقاش حرام علي لأن ما أنا بقولك مش هيبقى حرام عليك انت ده مالك وانت مش محجور عليك فتصرفي في مالك فيما تستطيعي فيما تحبي الأمر التاني يعني مثلا لو في حد محتاج أكتر من التاني فدتي له أكتر دوت مش هيكون فيه أي حاجة خلاص يبالله يسترها معاك دنيا وآخرة وده ندعي لك لحد يوم موت فيه موضوع عايزة أكلبك فيه بس مش هينفع على الهواء طيب حضا يخذي رقم التلفون ونتكلم إن شاء الله مماز طيب بيرو عشرة أيوة مش هقدر أنا مش هقدر أقولك الرقم على الهواء بس أخذي من الكنترول ها يديه لحضرتك معانا استفسار من حد من متصلة اسمها محمزة بتقول إن هي سبت لنا الاتصال بتقول إن هي لما بتروح عند بيت والدتها هي بتحس إن والدتها بتفرق في المعاملة بينهم يعني هي جاهزت بتجاهز إخواتها البنات أكتر ما هي مجاهزة فهي بتحس بتديه وبتحس بالحرج فهي مش عارفة تعمل إيه ومش عارفة وكأنها برضو مش قادرة يعني السؤال بيحسسنا كأنها مش قادرة تسامح ممتها هو في الحقيقة أنا كلامي لحضرتك يا محمزة مش كلامي لولدتك أنت دلوقتي والدتك ساعت ولو كيفنا اللي عملته والدتك معاك دا وتعين كيفهم على إنه إيه على إنه هبة فهي وهابتك وأعطتك شيء وما على المحسينة من سبيل يعني ما ينفعش إن أنت تيجي لما حد يديك هدية تقوله أنت أددني هدية وأدد لواحد أكتر منه ليه حتى لو كان أخوي صحيح أن هي لو أعطتكم بالتساوي مش هيحصل اللي في قلبك دا لكن أنا دلوقتي بكلم على حاجة تاني صحيح أتريد أن يكون لك في البر سواء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لكن هو أنا بسأل حضرتك خليكي أنت في ما يتعلق بيك من حسن الإسلام مرء تركه ما لا يعنيه والدتك هيحصل لها إيه مش قضيتنا لكن أنا بكلمك أنت حاولي تعاملي نفسك وتقولي أن والدتي متفضلة علي وجزاها الله خير وأنا ليه ليس ليه حق في مالها فهي تتصرف في مالها كيف ما شاءت وعشان كده دي نفسك تهدأ وتبرد ليه طيب؟ لأن أنت لو شايفة أن أنت ليك حق في فلوس والدتك والدتك لسه عايشة والمال مالها فتتصرف فيه كيف ما شاء أنت لو أنك أنت فيه حد بتحبيه فروح تجبتله هدية حد تاني من أصدقائك يقولك أنت ليه ما ديتنيش هدية زي ما أنت ديتيه فأنا عايزك لا تمدي عينك لما في يدي أمك ولا ما في يدي إخواتك البنات أنا عايزك ترضي والرضى ده تولع يريحك طب إيه لي ساعدك على الرضى؟ أن أنت تشوفي أن والدتك أحسنت إليكي مش أن والدتك ما سويتش بينك وبين إخواتك هو ده تلمعنى وساعتها هتشكريها مش أنك أنت هتحسبيها وتحسي أن هي ظلمتك معنا أمو محمد من القائرة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكما كان عندي تفضل تفضل يا أمو محمد أنا والديتي عندها سبعين سنة وما بتقدرش يستمشي يعني نعم فهي بتبقى سامعة أدنى بسجر وهي عندها أموزة أنت بقول له إرادة يعني فما بتقدرش أنها تقوم تصلي نعم فتصلي الصبحة ساعة 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 تمانية على حسب ما بتقوم تتشطف وبتصلي فدوث يجوز هي لا تستطيع هي لا تستطيع في وقت صلاة الفجر أن هي تقوم أيها وتروح تزيل من عن نفسها البل أيها ما بتقدرش ما لا ما بتقدرش تقوم من عاسترين خالص فهي لا هتستطيع أن هي تعمل الكلام ده في وقت تالي وهو الوقت اللي هو اللي هو الساعة ساعة بعد الشمس ما بتطلع أيها بعد الشمس ما بتطلع أنت بتسأليني بقى هل ده هيكون حرام عليها لا هي غير مستطيعة أن هي توفر شرط من شروط صحة الصلاة وهي موجودة عندها الماء عشان تتطهر لكن ده كأن واحد دخل عملية ولا يستطيع أن هو يصلي غير بعد وقت العملية لأن عندها شرط من شروط صحة الصلاة مفقود وهو الطهار وهي طهارة الثياب فطهارة الثياب دي وطهارة البدن فهي عندها هذا الشرط وهي تستطيع أن يتحققه في هذا الوقت هتحققه في هذا الوقت وده زي بالظبط واحد عنده مانع من موانع القيام بالصلاة فهي عندها مانع وعدم القدرة على الطهارة ومش هنقدر نقول لها صلي في الوقت ده لأن انت فقد الطهورين أو مش قادرة تعمل الكلام ده وتيمامي هي قادرة أنها تصلي بعد كده فتصلي عندما تكون في حالة طهار وليس عليها اسم إن شاء الله لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي ما عندهاش ما تستطيع أنها تعمله غير كده بالعكس لازم بننصح الناس لما بنجي نضرب المفتين كمان بننصحكم وخلوا بالكم إن المرضى أحكامهم أحكام ليست كأحكام الأصحاء لأن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص فلازم نكون منتبهين لده أم فاهمي معنا السيدة المفاهدة من الجيزة أيوة سمع عليك عليك رسالة تتفضلي طيب هو بيحبش العلاقات عشان شيء في شخصيتك أنت أنت العلاقات عندك بتفتح معاك وتوسعي اسماعيني طيب اسماعي السؤال المفاهدة هل دوت عشان كده ولا هو أصلاً دي طبيعته ما بيحبش أصلاً خروج ولا معرفت الناس هو أصلاً دي طبيعته هو منغلق شوي طيب ما تروحيش من وراه ما تروحيش من وراه لأنه ده تعمل مشكلة أكبر كمان يعني ما تروحيش من وراه لأنه هو أقول لك اسماعي بس اسماعي مفاهدة اسماعي كثير قوي إن أنا أستأذن 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 كده من نسبة هو برضو لا عنده مونع كثير دايماً لا دايماً ولا أنا ما عنديش حل المشكلة دي أنا أقول لك أنا أرافض الموضوع ده طيب أنا أكلمه هو أكلم زوج حضرتك إنه إحنا نفترض إنه هو أبو فهد يا أبو فهد أنت كده هتعمل مشكلة أكبر من مشكلة أن أنت تمنعها من ليه؟ تمنعها من الخروج إيه هي المشكلة التي تعملها؟ أن زوجتك بهذه النفسية هيحصل لها اكتئب وإنت لو حصل لها اكتئب أنت مش هتستطيع أن أنت تكون تتحمل ده مش هتستطيع ده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فأنت ما تضررهاش وما تأزهاش فرأيي أن أنت تحاول تتخفف من اللي أنت بتقوله ده لأن أنت لو كنت بتعمل كده وهي طلبة ده هيحصل مشكلة ضخمة جدا مكلامي لهم فهد لا بلاش حكاية أن أنت تعملي حاجة من وراء جوزك لأن أنت وانت في حالة وقام وانت طبعوكم قريب من بعض لما تعملي حاجة من وراء الشخص ممكن يكون شكاك ممكن يكون عنده شيء من الوساوس لما تعملي حاجة من وراء أنت كده بتغذي الوسواس اللي عنده علاوة على أنك أنت لازم تستأذني فبلاش تعملي ده يبقى إيه الحل؟ الحل ببساطة خالص نجلس مع بعض ونتكلم بكل شيء فيه وتسمعي الكلام اللي أنا قلت له ده أنت عايز إمرأة سليمة عندها صحة نفسية وعندها عفية نفسية فبلاش تضيق عليها لأن أنت كل ما تضيق عليها رؤيتها تضيق وهترب الأولاد بطريقة سيئة وهذا ليس من عملا بوسيط حضرة النبي استوصوا بالنساء خير وخلي بالكم أنا دايما بقول كده أن خروج المرأة المعتدل ده شحن المرأة عشان ترجع بالسعادة إلى البيت فدايما ما تمنعوش المرأة من أنها تروح تخرج الخروج المعتدل يعني تروح تزور أهلها تزور خليتها تزور عمتها بشكل معتدل ليه؟ ده بيعمل ترويح للنساء وخاصة النساء اللي ما عندهمش غير أنهما يعودوا في البيت اللي هما بيسموهم ربات البيوت فأرجوكم خلوا المساء دي في شكل معتدل وفي شكل آمن تروح تخرج بشكل آمن وبشكل معتدل وبشكل محترم وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك فيسر على هذا الأمر عشان تضمن العافية والصحة النفسية لزوجتك معنا الأستاذ المعالي من القاهرة أيوة سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سؤالي دلوقتي أنا عندي مرض مناعي كده منع أنه بيقوم بصالات الشعر فالمنطقة الأمامية عندي شعر منها خلاص وقعوا وبناء على كلام الدكتور مش هيرجع تاني حضرتك متجوزة معالي؟ أنا متجوزة ومحجبة عايزة تسأليني عن أنت تزرع شعر مكان البوكات لا مش الزراعة الزراعة كمان ما تنفعنيش لأن أنا عندي مشاكل في القلب فحاولت في مرضوع الزراعة ده فرفضوا أن أنا أعمل عملية طيب هل مسموح لي أن أنا ألبس بروكة شعر طبيعي؟ مش شعر صناعي لأن الشعر الصناعي شكله مش يعني مش مستحب شكله مش حلو خالص طيب أنا كنت سمعت لحضرتك حاجة فقبل كده بس موضحتش إذا كانت طبيعي ولا صناعي وجوزي موافق أن أنا ألبس في البيت يعني البس بروكة البس بروكة في الحقيقة المسألة عندنا في الموانع في الواصلة والمستوصلة والحياة دي جاءت كان المنع فيها من أجل التدليس لكن أنت لو زوجها واتزوجت خلاص ما بقاش في تدليس وبعدين أنت عتعمل الكلام ده لزوجك فيجوز لأن السيدة عائشة كمان قالت لو استطاعت المرأة أن تخرج عيناها فتحسنها ثم تضعها فالتفع فإذا اعمل الكلام ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤدي بينك وبين زوجك إن شاء الله يا معالي أم محمد من القاهرة أم محمد طيب أم محمد ممكن تحاول تكلمنا مرة تانية أم محمد طيب إحنا بس عايزين نقول بس نأكد على الكلام على جواب سؤال أم علي عشان بس الناس تفهم إن مسألة الواصلة والمستوصلة ده فيما يتعلق ب زي ما احنا بنقول كده الاختيار اللي احنا اخترناه إن هذا المنع وهذا اللعن عندما عندما يكون للمرأة غير المتزوجة فأما المرأة المتزوجة فيجوز لها أن تفعل هذا أستاذ رحيم من العريش تفضل رفيما حضرتك من العريش رحيم رفيق رفيق يا سلام اسم حلو تفضل يا سلام رفيق احنا دايما بنتابعك على طول بالتمرار ومنور الشاشة وحباك احنا بنبسط دايما نبقى بنسمع حضرتك وسلام الاهل العريش ودعوتك سلام الاهل العريش وده 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 مش بقول ده شهركم ولكن ده دايما إن شاء الله نكون في أفراحه فانا إن شاء الله ربنا يخليك أشياء ودعوتك لنا والاهل العريش ربنا يحفظهم ويزيتهم نور وبركة يا رب إن شاء الله كان فيه سؤال حماتي دايما إنما بتجي تصلي بتاطس وهي بتصلي بتعرج بتاطس بتاطس بتعتس آه بتعتس طيب بتعتس آه تايما بتصلي وهي بتصلي بتعتس على طور العص ده مستمر وبتعتس صلا نعم فإن فين السؤال إن هي بتعتس كتير فالعص الكتير ده بيأصل على صلاطة لا ما بيأصلش على صلاطة العص الكتير ما بيأصلش على صلاطة لكن هو فيه سؤال تاني بقى معرفش السؤال ده هت عندنا ولا فيه ناس لما بيعتسوا وكأن هم بيشعروا إن فيه بول بيخرج منهم لو كان الكلام ده مش متيقن خلاص يمكن ملا صلاطة وما فيش أي حاجة يبقى إذن وإذا كان الكلام ده بيحصل بشكل مرضي بشكل غير طبيعي بشكل متكرر وبشكل بيحصل معا الإنسان ده وبيحصل على طول فيبقى حكم وحكم سلسل بول عشان ما تقوهكش المسألة ببساطة خالص إذا كانت هي بتعتس وبتسعى لأن العطس صلاطة صحيحة وليس فيه أي شيء لإني هذا الأمر دوت أمر من الحركات اللا إرادية فإحنا فيعامل معاملة تحريك العينين ويعامل معاملة احتزاز الجلد أو قشعرية الجلد لما يحصل الإنسان يسمع كلام الله سبحانه وتعالى فمش هيبقى ده نوع من أنواع العمل الكثير في الصلاة الذي يبطل الصلاة لا يبقى صلاطة صحيحة إن شاء الله السيدة المعمار تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته المعمار ازاي حضرتك يا فضل الشيخ نعمة وفضل الحمد لله الحمد لله كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين تفضلي السؤال الأول أني أنا أني أنا يعني إحنا كلنا سبع إخوات وأبوي الله يرحمه وفت لنا محل وأنا أصغر إخواتي خالص طي أنا جوزت وخلفت وكلنا الحمد لله جوزنا وخلفنا وإخواتي الكبار في منهم مات أخويا كبير هو اللي كان مسكن محل وهو اللي كان هي ورشة طي المحل ده كان باسم هو جهزنا وجوزنا وكل دول أم عمار معلش المحل ده المحل ده كان ملك والدك وهو لغاية دلوقتي ما تغيرش متوزع على الورصة والغاية دلوقتي باسم والدك صح؟ أه وهو ده تمليك ولا إيجار لا إيجار طيب السؤال السؤال دلوقتي إن إحنا من زمان الزمان ما طالبناش أخويا كبير ده بحقنا في المنزة لما كبيرنا يعني بس هو ده السؤال دلوقتي هو الشخص اللي أجر هذا المحل لولدك هو فين؟ مش هو والدك لما انتقل إلى رفيق الأعلى المفروض عيغير عقد الإيجار؟ لا هو مين اللي كان شغال مع والدك؟ مين اللي كان إسماعيني طيب مين اللي كان شغال مع والدك لمدة سنة قبل في حد كان شغال مع والدك؟ آه أخويا أخوك كبير؟ لا اللي أصغر منه لكن أخوك كبير ده ما كان شغال مع والدك في المحل؟ لا هو بقى اللي بعد ما والدي مات أخويا اللي هو اللي أصغر منه خرج اشتغل برة وأخويا كبير هو اللي إيه مسك المحل وبقى هو اللي استنفع منه وكل حد حتى كان فيه فرق بين عشته وتربيته لعيانه لكن صاحب المحل يسمعي يا معمر لكن صاحب المحل ما خيرش عقد الإيجارة باسم أخوك الكبير؟ لا لا طيب دلوقتي أخويا كبير ده برضو مات ماشي وجوز عياله وكل حاجة ومسكوا بقى أخويا إيه اللي هو الصغير اللي هو كان مع باباكي؟ لا أخويا اللي كان مع بابايا ده مات اللي اتنين كبارده المات مسك بقى مسك المحل اللي هو الأصغر فين السؤال بقى؟ فين السؤال؟ بتقولي إزاي نوازع المرس ده؟ السؤال اللي أنا دلوقتي عايزة حقي في المحل ده لا هو مفيش حقي في المحل ده بالمناسبة بس عشان بس نكون فاهمين المحل ده ليس ملكاً لوالدك والدك كان مالك المنفع فلما والدك توفى عقد الإيجارة خلص بس أصبح من حق من كان معه لمدة سنة في هذا المحل إن عقد الإيجار يتحول باسمه فالحل هو إن إحنا الأول خالص نغير عقد الإيجار ده ونخليه باسم الورثة أو باسم حد لأنه الحقيقة إن عقد الإيجارة خلاص خلص عقد الإيجار خلص لأن العقد كان بين والدك وما بين المؤجر كنكم فضلين في هذا المحل لا يعني أن المحل أصبح ملكاً لكم بتسألي مين بقى يملك الأمر ده كان اللي فضل مع والدك لمدة سنة في هذه العين أما وإن المسألة ما حصلتش كده يبقى المسألة بينكم وبين مالك هذه العين لكن هل ده يوزع كميراس؟ لا لأن أنتوا كنتوا والدك كان مالك المنفعة مش مالك العين مش مالك الرقبة مالك الرقبة هو اللي ساعتها هنقدر نخليه يملك هذا أما مسألة تحويل الإيجار فقلنا شرط أن يكون حد معاه بقى معه لمدة سنة عشان يتحول الإيجار باسمه يا سادة هنتكلمنا النهاردة عن حاجة في غاية الأهمية في الحياة الزوجية إزاي نعيد الحياة الزوجية عندما يصاب البيت ببرد ويصاب البيت بشقاق إزاي نرجع البيت مرة تانية إلى هذا الاندماج وإلى هذه الحرارة اللي بتعبر عن نبض وإحساس كل واحد من شركي الحياة بالآخر إحنا محتاجين ببساطة إن نحن نعمل شوية إجراءات ما نخليش نفسنا الأمار بالسوق ولا الشيطان يمنعنا إن إحنا نبادر بدروا اتكلموا مع بعض كمان ما فيش مانع بشكل واضح إن انتوا تخلوا الكلام الحلو باب من أبواب التقارب بس أهم حاجة كمان ابتدوا أعملوا ذكريات جميلة وارجعوا مرة تانية اخرجوا مع بعض وارجعوا مرة تانية قربوا من بعض وكل ما تتكلموا مع بعض وتقربوا من بعض اتدفق مرة تانية يرجع للبيت بس كل ده لازم أنتم مسكين في حبل الله المتين اللي هو سبحانه وتعالى هو اللي أكرمكم بهذا الزواج وجعل الزوج نعمة وجعل الزوج نعمة وجعل بينهم نور وبركة بنور نظروا إلى هذه البيوت ومددوا تمسكوا بمدد الله وما تخافوش لا برودع تمنعكم إن انتوا تعيشوا في سعادة ولا كمان شقاق لأن ربنا سبحانه وتعالى يقرب القلوب ويؤلف القلوب فتوكلوا على الله وتمسكوا بنعمة المحبوب سبحانه وتعالى وتوكلوا على الله تذهب كل برودة وتبقى النعمة نعمة مدد ربنا لبيوتنا يا رب أكرمنا وجعلنا دايما نعيش في نعمتك ونعيش في بركتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر